الزكاة في الإسلام عمل غلال حبابي بإشراف المعلمة رانا تملي مفهوم الزكاة مفهوم الزكاة في اللغة هو النماء والزيادة والبركة وتعني كذلك الطهارة مفهوم الزكاة في الإصطلاح حق واجب شرعا في أموال مخصوصة لجهات مخصوصة مكانة الزكاة في الإسلام الزكاة عبادة يتقرب بها المسلم من ربه وهي فريضة فرضها الله على المسلمين كما فرض عليهم الصلاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي من قواعد التكافل والتعاون في الإسلام فوائد الزكاة أولا سد حاجة الفقراء وتحقيق السعادة ثانيا تطهر نفس الغني من الشح والبخل وتطهر نفس الفقير من الحسد والحقد ثالثا تنمية المال نصاب الزكاة حدد الله نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة ولابد من توفر شروط ملكية النصاب لآداء الزكاة النصاب هو مقدار محدد شرعا من المال من ملكة تجب عليه الزكاة وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال وهي كالآتي الأثمان الأنعام الزروع والثمار عروض التجارة والجدول التالي وضح ابتداء أنصبة الزكاة ومقدارها في هذه الأموال مثال الذهب بداية النصاب من 85 جراما وما يعادلها من الأوراق النقدية مقدار الزكاة 3.5% شروط الزكاة أن يكون المزكي مسلما أن يبلغ المال النصاب الشرعي أن يحول على المال الحول وهو سنة هجرية من وقت بلغ النصاب إذا كان المال من الزروع والثمار فتخرج بعد حصادها مباشرة مصارف الزكاة حدد الله عز وجل ثمانية مصارف إليهم تدفع الزكاة فإن دفعت إلى غيرهم كانت صدقة تطوئ أتمنى أنكم استفدتم من درس الزكاة